اشتركوا في القناة في الرابع عشر من يناير من كل عام يوما وطنيا للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية وذلك تأكيدا لدورها الوطني الراسخ والمتنامي في تعزيز منجزات الوطن وحماية مصالحه وتطوير علاقات التعاون بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة أن ما تحققه الدبلوماسية البحرينية من نجاحات كبيرة إنما هو بفضل توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الانفتاح الإيجابي والتعاون البناء مع المجتمع الدولي وترسيخ مبادئ التضامن مع كافة الأمم والشعوب وفي إطار قيم التسامح والتعايش سائلنا الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء ويمده بموفور الصحة والعافية